بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضراتكم وإن شاء الله يوم جديد من البنيمو وأكيد أخبارنا وأخبار البنيمو هتكون معاكم وأكيد هتكون بتبين لكم كل الأحداث وكل ما يحدث في الكرة والرياضة المصرية خلينا أبتدي بخبر مهم لكل الأهلوية أن بعد الحصول على السلسية النادي الأهلي بيتصدر قائمة الأندية الأفريقية والعربية فيه طبعا عدد من النقاط الاتحاد الدولي بيديها للأندية على حسب طبعا مبارياتهم ومكسبهم في المباريات وأيضا حصولهم على البطولات وبالتالي النادي الأهلي بيصل للنقطة 1722 وبالتالي بيتصدر قائمة الأندية الأفريقية والعربية وبيحتل المركز التمانية وتلاتين عالمياً ما بين الأندية طبعاً النادي الأهلي بيسابق فرق كتير عريقة يعني نتكلم على أسامي أندية زي اندهوفن زي ليل الفرنسي زي ساوبالو البرازيلي الأرسنال الإنجليزي ده أعتقد حاجة مميزة جداً نادي الأهلي من خلال تواجده في الكرة العالمية بتفوق على هذه الأندية وبالتالي شيء محترم جداً أمامكم الجدول أو الترتيب الخاص بالأندية العالمية النادي الأهلي طبعاً في المركز الأول ده أمامكم بالنسبة ليه الأندية الأفريقية أمامكم ده بالنسبة للأندية الأفريقية النادي الأهلي ثم نادي التراجي التونسي وبعده طبعاً مازمبي بالنقاط النادي أهلي 1922 نادي التراجي التونسي 1626 وبالتالي مازمبي ثم الزمالك ثم طبعاً مراكش بعض الأندية الخاصة بالدوريات الأفريقية طبعا يعني ده حدث وحدث مهم جدا بالنسبة للأهلوية وبيفتخر به طبعا الأهلوية بعد الحصول يعني احنا بنتكلم أيام وكانت حصلت السلسية وبالتالي النتيجة والترتيب ده بالنسبة للأهلوية شيء مهم جدا وبينتظروا جميع الجماهير الأهلوية من خلال طبعا التصنيف العالمي 38 عالميا والأول أفريقيا وعربيا ده النادي الأهلي والخبر المعانى الأولاني أكيد فكرة في إطار التحفيز الخاص بلجنة التخطيط للعبين في بداية موسم جديد هو صرف النسحقات وصرف المكافآت بالنسبة للعبين في الفترة القادمة وقبل انطلاقة الدوري الممتاز والموسم الجديد ده لجنة التخطيط بتوصي بها دي الجزئية وزي ما قلت لكم من أيام إن مجموع البطولات التلاتة بتوصل لكل لعب إن كل لعب هيحصل على 250 ألف جنيه وده شيء أعتقد مميز وقلت لكم قبل كده إن التحفيز أو بالنسبة لكل لعب مش مهم الفلوس أكتر ما يكون مهم التاريخ أعتقد التاريخ بيكتب دلوقتي كل اللعبين المتوجدين أمامنا على الشاشة بيحصلهم على بطولة دوري أبطال وبطولة الدوري وبطولة كأس مصر يعني الشيء يذكر إن التاريخ هو اللي هيقول إن محمد شناوي هو كابت النادي الآلي بيحرز التلات بطولات معاهم مؤمن ذكرية طبعا اللي معانا على الشاشة برضو كان شيء مميز جدا إن التلات بطولات أو البطولات المتوجدة في النادي الآلي دائما بتنسب لمؤمن نتيجة طبعا الظروف اللي هو فيها وأكيد حب اللعبين وحب النادي الآلي وتقديرا لمجهوداته داخل النادي الآلي وبالتالي كان بينسب دايما للققوس التلاتة حتى الآن زي ما أقول لكم القوس مفتوح في بطولات نادي الآلي بيشترك فيها سواء السوبر المصري أو السوبر الأفريق فبالتالي لجنة التخطيط بتوصي بصرف المكفئات قبل بداية الموسم الجديد طبعا الحمد لله على سلامة وليد سليمان هو ولاده وبالتالي المسحة تلات سلبية وده شيء طبعا على فكرة وليد قاعد فترة طويلة يعني وليد قاعد فترة طويلة وزي ما أقول لكم هي بتبقى يعني بتطرق يعني الفكرة ان واحد ممكن يخف بعد 4 ايام أو 5 ايام وفي واحد ممكن يقعد أسبوعين لكن وليد قاعد فترة طويلة حمد لله على سلامته هم وأبناءه طبعا حاجة يعني نتمنى لهم دايما الشفاء دايما بسيطة أي عيانة وبالتالي حمد لله على سلامة وليد ونجله وسليم وبنتكلم يعني الأولاد برضو والله يكون فعون الأولاد طبعا ده ابن وليد سنمان وكان وقتها أكيد فكرة الفوز في المباريات سواء بقى في بطولة أفريقيا أو كأس مصر ولي كان بيشجع فريقه الأهلي بيبدأ تجهيزاته للسفر للنيجر وبطولة جديدة دوري أبطال أفريقيا بيبدأ من جديد يوم 22 أو 23 الشهر ده وبالتالي النادي الأهلي هيلعب بطل النيجر في دوري 32 في دوري أبطال أفريقيا ويتواصل مع السفارة المصرية في النيجر عشان طبعا أمور الترتبات الخاصة بالفنادق ودرجة الحرارة والملاعب والأمور دي أعتقد بتبقى مهمة جدا وترتبات مهمة جدا ما قبل السفر وأكيد التعرف من خلال سيدهاية من خلال التعرف على الفريق الآخر وأخبار الفريق الآخر ده مهمة جدا أن انت تبقى بتتعرف عليه قبل السفر يعني أكيد موسميني فترة اللي فاتت كان مضغوط بشكل كبير يعني الراجل جيه في نهاية الدوري وجيه بعد كده عنده بطولة مهمة بطولة أفريقيا وبعد كده بطولة كاس مصر والثلاثة يعني نجح في الوصول لبر الأمان بالفريق في الحصول على الثلاث بطولات في بعض الأمور كده أنه العملية الضغطة دي بتخلي الواحد عايز يسافر عايز يريح شوية قبل انطلاقة الدوري وأعتقد ده موجود من خلال الخبر المتواجد معنا أن بيطالب موسميني بيطالب إدارة الأهلي بالموافقة على سفره قبل نهاية العام أو نهاية العام شهر 12 يعني بياخد راحة الراجل قبل الأمور ما تتقزم أكتر في كم المباراة والبطولات اللي النادي الأهلي دخلها بشكل كبير دي أخبار النادي الأهلي خلينا نروح لأخبار النادي الزمالك وكبت ديها بأن أوباما بيرفض التجديد وينهي وينهي اتفاقه مع أهلي جدة فينا كنا قلنا من شهور أن في عرض جاي لأوباما يعني احنا هنا في البريمو قلنا أن في عرض جاي لأوباما من الدول السعودي أهلي جدة وفعلا حصل اتفاق وحصل تخليص في الأمور اللي هي الشبه كلام سواء بقى المادة أو الانتقال أن أوباما هينتقل لأهلي جدة وده كان في الفترة السابقة وعشان كده كنا بنشوف فكرة أن أوباما مفروض فيه جلسة وجلسة بتتأجل كان مع المجلس السابق وجلسة بتتأجل وجلسة بتتأخر نتيجة أن أوباما حتى الآن الأمور بالنسبة له بعد دور أبطال أفريقيا لكن في الوقت الحالي تفكير أوباما أن فيه بعض الأمور والمشاكل المتواجدة داخل ناتزة مالك والكلام أنه ما فيهش مدياته وبالتالي جايله عرض أو جاله عرض واتفق على عرض مميز مع أهلي جدة وبالتالي يقترب بشكل كبير من عدم تمديد العقد أوباما والسفر أو الانتقال للدور السعودي في نادي من الأندية المميزة نادي أهلي جدة يعني في الظل طبعا عاش الملك ومات الملك إزالة لفتات المستشار المرتضى منصور من نادي الزمالك وده قرار جاي من مجلس دارة نادي الزمالك الجديد أو اللجنة السلاسية والتالي أمامكم على الشاشة كل اللفتات المتواجدة داخل نادي الزمالك وخارجها تشالت من على الصور نادي الزمالك طبعا الصور واللافتات اللي كان فيها المستشار المرتضى منصور مبارح نقولنا خبرين خاص باستقالة كتن عبدالحليم عري وأيضا المستشار محمد عطية وزير رياضة الدكتور أشف صبحي بيقبل استقالة المستشار محمد عطية وأكيد يعني اللجنة هيبقى فيه مستشار آخر هيكون متواجد وإن كان الأسباب أكيد المستشار محمد عطية كان اتكلم عليها وقال إن فيه تخبط إداري متواجد داخل نادي الزمالك وبالتالي هو يعني مش عايز يبقى موجود فيه هذه الجزئية وبالتالي معالي الوزير دكتور أشف صبحي قبل الاستقالة كابتن عبدالحليم عالي كان موجود النهاردة في التمرين وتراجع عن الاستقالة ولكن كان فيه بقى جزء جديد في هيكلة الإدارة الفنية أو الجزء الفني في كرة القدم كابتن عبدالحليم عالي هيبقى مدير كرة فقط كابتن أشف قاسم مشرف عام على الكرة فقط يعني الفريق الأول وفرق الكرة فيه النادي كابتن أيمن يونس هو رئيس لجنة الكرة وهينضاف ليه اسمين لسه طبعا حتى الآن في بعض الترشحات كابتن أحمد رمزي كابتن أصماري في بعض الترشحات موجودة أسامي كتير جدا لكن كابتن أيمن يونس هيكون متواجد فيه لجنة الكرة ومعاه اسمين تانيين وبالتالي كابتن أشف قاسم وكابتن عبدالحليم علي بره هذه اللجنة كل واحد ملتزم بمكانه وإشرافه على المكان اللي فيه كابتن عبدالحليم علي زي موضحكم مدير الكرة وكابتن أشف قاسم مشرف عام على الكرة في النادي الزمالي لجنة الكرة بالزمالك بتعدل عقود تسع لعبين صفى محمد وأحمد عيد وأحمد فتوح ومحمود حمدي الوينش وعبدالله جمع وأحمد السيد زيزو وشيكابالة ومحمود جنش ومحمد أبو جبلدي الأسماء وعشان بس فكرة أوباما واللي احنا كنا بنتكلم عليه في الخبر القبل كده أن أوباما مش موجود من ضمن الأسماء وتعديل العقود وتمديدها يعني ده برضو شيء بيخلينا نقول أن الأخبار اللي احنا بنقولها بشكل كبير فيها جزء من الصحة أو الجزء الصحة اللي احنا بنقوله بييجي مع الخبر اللي بعده أن لجنة الكرة بتعدل عقود تسع لعبين منهم الوينش وعبدالله جمع وأحمد السيد وأحمد عيد وأحمد فتوح وزيزو وشيكابالة ومحمود جنش وأبو جبل ومش فيه ومفهومش أوباما طيب بالتالي دول التسع لعبين اللي أنا قلت رحالكم عليها استمرار إجابية مسحة عبدالله جمع وأوباما للفيروس كورونا زي ما قلت رحالكم كل واحد على حسب منعته بيقعد قد إيه عبدالله ما يخف وليس سليمان قاعد فترة طويلة هبنتكلمه هو الوينش خف مبارح وأعلن أنه هو سليم الحمد لله لكن عبدالله جمع وأوباما ما زالوا يعانوا من فيروس كورونا طيب خلينا نروح لواحد من نجوم نادي الزمالك وواحد يعني من الدكتير لنادي الزمالك وشايل بطولات كتير مع نادي الزمالك كابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك تحت ليك كابتن طارق أخبارك إيه حبيبي ربنا يخليك طيب خلينا في البداية كابتن طارق نتخلينا بصص نحن أخوات بلاش كابتن طارق وأنا أقولك كابتن فاروق طيب حبيبي أنت حبيبي روقة وأنا طارق السيد ماشا تاروق تاروق زمالك في المنتخب طبع طيب خلينا أقولك طارق أممكن الأحداث ما يحدث مع نادي الزمالك وسرعة الأحداث وسرعة قرارات في بعض الأحيان من خلال استقالات موجودة داخل النادي وأيضا بعض الأمور الشائبة في جزئية التمديد والتجديد للعابين زي مثلا نحن نتكلم على أوباما دلوقتي أنه بين قوصين أوادنا أنه ينتقل للدول السعودي ومش رافض فكرة تمديد وتجديد عقده في نادي الزمالك شاف الأمور دي كلها هتوصل بنادي الزمالك لفين كابتن طارق في مشاكل فيه فيه ضغط فيه الناس بتحاول على قد ما تقدر بيشتغل على قد ما بيقدره أنا أتمنى أن الموضوع يبقى فيه كلام ده أنا بقوله برضو لأخواتي وحبايبي اللي موجودين وكابتني أو كابتن عشرة في أسم أو كابتن عبد الحليم علي مع أعضاء مجلس الإدارة والمعينين لهم أبقوا متنين دلوقتي بعد استقالة المستشار محمد العطي لازم يبقى فيه رأي جماعي مش رأي كل واحد بيشتغل في التجاه لازم يجمعوا الهمم مع ماضيهم وأنا واثق فيهم سقة كبيرة جدا إنهم إن شاء الله بإذن الله أقدروا يعملوا حاجة جبيرة جدا لمادد الملك ويقدروا للم الدنيا مشكلة كثيرة بالفترة الأخيرة دي كابتن فاروق إن العائد المادي بتاع اللعيبة أو العقود بتاع اللعيبة إزاي هياخدوها سواء المتأخرات أو الفترة الجاية النهاردة المنشار محمد عطي أعتقد تخلص موضوع الشيك بتاع اللعيبة والها باستلمت فلوسها المتأخرات وإن شاء الله بإذن الله في خلال أو زحافك المستشور أحمد البكري لا أنا المجلس يعني آه المجلس محمد عطي وإحمد البكري أوكي خلصوا فلوس اللعيبة واستلمتها فاضل دلوقتي يبقى الفاضل للإصدى كابتن فاروق 25 في المير للسنة الجيد لو دي بتتتجمع الفترة دي تتجهز إن شاء الله بإذن الله وعندي سيقة من الناس اللي شغالة في المدى تقدر تدم الموضوع ده بسرعة بالنسبة للتجديدات تتفاروق وكده خلصنا حتة الماديات اللي هي اللي فيها قلق بالنسبة للناس أنا برضو بحاول أطمن الناس إني بكلم كل نص ساعة وأطمن عايزي النادية أو فعلاريك بأعايزي دينية يمشيها تتفاروق هل بقى لك كابتن طرق فكرة الماديات في الوقت الحالي أعتقد أن النهاردة في بعض الأمور المجلس السابق واضحها من خلال أن فيه مثلا عقود رعاية حتى الآن ما اتخذتش من الشركة الرعية فيه بعض الماديات اللي مفروض تخش خزينة نادي زمالك وبالتالي أيضا نادي زمالك بما يملكه من موارد خارج الأسوار أعتقد أن نادي زمالك عنده القدر الكافي أنه هو يدي اللعبين أو يجدد مع اللعبين بشكل جيد ده فعلا ده فعلا أنا ما أنا جاي لك كابتشروه والأول كان فيه بعض الديون بتتساد أني النادي اللي أنا أسمعته وعرفته أنه فيه كان فيه مليون وثلاثمائة وشوية جمعت شوية فلوس من هنا من هنا يعني قدر نزمالك في الفترة دي الموال لأن الفلوس اللي كانت المتأخرات بتاع اللعبين الأربع شهور اللي فات أو الثلاث شهور اللي كانت على ما سمعت دلوقتي الكلام في الخمسة وعشرين في النية الجديدة ودي بتتجمع إن شاء الله بإذن الله في خلال أسبوع هتتحدل اللعبة ده اللي أنا سمعه برضو من داخل النادي فالحطة المالية بتتحل حتة التجديد أعتقد أن كانت الفترة الأخيرة دي لحد المدارح كانت كان الكلام في مين وممكن يبقى موجود وممكن يبقى إضافات وسداد الفلوس واللجنة واللجنة الكورة ومجلس الإدارة بيعملوا كل ما فيه وسرهم أنا شايف إن الدنيا هتمشي كالطروق عايز الناس بس تصبر عايز الناس تهدى عايز الناس تشتغل مع بعضها عايز يبقى في حب في الشغل عشان عشان تنجح غير كده كالطروق أنا شايف إن شاء الله بإذن الله أتمنى إن الدنيا يتمشي زي أنا بقول كده والناس تركز ودوري بعد أربع كيامة تتفرو والأمور هتكون صعبة جدا على نجز مالك لو في نتائج سلبية أو عنين جمهور نجز مالك لو في نتائج سلبية الفرقة دي عندها إمكانيات وعندها لعيبة وعندها يعني خبرات عالية جدا تقدر تخليها تعدي المرحلة القادمة إن شاء الله ونتمنى نتمنى كنتم ترى أنا كان عندي خبر خاص بأوباما وإنه هو يعني فكرة التجديد هو الرجل واضح إنه هو يعني جايله عرض قوي من السعودية فكرة أوباما وينتقل هل تأثير أوباما على الفريق هيبقى بالشكل الكبير ولا ممكن تنزك الأمور فيه البديل والبديل الجيد بالنسبة ل نتز مالك أحياني أوباما لعيد مهم جدا كالتروق في النتي ولعيد من اللعبة المؤثرة جدا ولما بغير بيعمل تأثير مع نتز مالك وتمنى أنه هو كبتن أيمان أو كبتن عبد الحليم وتكلموا معاه وتفاوضوا معاه وبما هيجدد لنادي الزميلة بس الأعداد كلها متأجلة دلوقتي كبت فاروق عشان لما أجي أعد معاك يبقى معايا خلوس فيه خلوس في الناجي أقدر أتكلم معاك فيه هم هلعيد دلوقتي كبتن لما بيحس بكده يعني أكيد يقول لك ألحق نفسي يعني أنا جايلي عرض ممكن ما يجريش بعد كده لا لا في خلال فترة رأيبة بصك فاروق أنا لما سمعوا أن فيه رقم كبير جدا هخش لنادي الزميلة للفترة الجاية زي ما أنت قلت كده فيه شركة راية عليها رقم كبير لنادي الزميلة هيستلمون للفترة الجاية ولازم لنادي يستلمون للفترة الجاية عندك بعض إجارات العدويات اللي لسه مجددتش عندك أرقام كبيرة جدا ممكن تخش لنادي الفترة اللي جاية والنادي غاني بموارده زي ما أنت قلت فمش هيبقى فيه مشكلة بس هي الفترة دي عشان فترة بداية موسم وتغيير من مجلس لمجلس والقلق اللي حصل في النادي ففيه سن الدربكة الدربكة دي لازم تتلم بسرعة لمصلحة النادي كل اللعبة هيتقاعد معها واعتقد ان فرجاني مقتنع وتقاعد مع وكيله والراجل أبدا من شرق نفس الحكاية اعتقد زيزو وتقاعد معه برضو وتكلم زيزو كنت عايز اسألك انت رايب من زيزو كابتن طاري هل فعلا فيه أحد عند المصري تكلمت معه ولا كان الكلام فيه طب كان فروق عشان يبقى صادق أنا بقى لي فترة كبيرة ما تكلمت زيزو فترة كبيرة جدا من بعد ما دخل النادي أنا خلاص ربنا يكرمه وهو عارف سكته وعارف هو هيعملي فباعدت خلاص لان انا كمان كان انت واجدي لو انت تلاحظ كده فاروق انا ما تكلمت في الموضوع الا بعد شوية لان انا كان عندي شك ان لو انا اللي عرضت الولد ممكن ما توفيش عليه عشان كده قلت لا انا كده كده وكيل الرجل هو اللي يجي يتعامل مع الولد وانا بعيد عن الصورة خالص ولو سئلت فيه هقول وانا قلتها واضحة وصريحة ان برضو من ضمن الاسباب الرئيسية في مجيب جيزو بعد ما دخل النادي هو الاستاذ امير مفتضى بما يرضي الله عمل مجهود كبير وخد ريسك على نفسه يعني دي حقيقة للشهادة يعني يعني معلومة ان الاندي المصرية اللي بتفاوت زيزو انت ما تعرف هاش كابتان طار يعني اخيرا كابتان طار يعني بتشوف بداية الموسم للنادي الزمالك يعني البداية بقى ازاي خصوصا اولى مباراة امام مقالون العرب واحد الاندي المربع الزهبي وبعد جدول صعب جدا انا عارف ان المعاولين واعتقد بعد كده سموحة وبعد كده اه يعني اربع ماتشات من العير السقيل وعلى فكرة ده يعني يعني منت يعني منت منت الصعوبة وفي نفس الحكاية اختبار صعب جدا للعيبة الكبيرة اللي موجودة في نادي الزمالك واختبار مهم لهم ان هم يثبتوا ان هم فعلا لعيبة وخلاص الفترة اللي فاتت خلصت وانحنا بنبتدي مسم جديد وبنشتغل على نفسينا كمسم جديد وانحنا عايزين منتسنادي النفس على الدور القوة لان خلينا نتكلم كالتروق تيم نادي الزمالك تيم قوي عنده لعيبة كبيرة عمل ماتش كبير جدا على النادي الاهل في نهاية او الاهل ربنا قرم وحاصر على البطولة كورن تعرفك تفروفها توفيق وعدم توفيق تحقي إنما ملعب لا طبعا طبعا النتزة مالك كان جاي جدا في الموراتين كابتن طارق يعني بشكرك ودائما بنسعد بيه كابتن طارق طبعا كابتن نتزة مالك واحد اللاعبين المميزين في ناحية الاسرة بالنسبة النتزة مالك وفي مصر طبعا بشكل كبير كابتن طارق السيد خلينا يروح ليه ممكن فترة اللي فاتت كلام كتير ويمكن انتقاضات موجهة لواحد من نجوم مصر أو منتخب مصر ونجوم النادي الاهلي في فكرة مستوى الفني والأمور بالنسبة لمستوى الفني داخل الفريق إلى حد ما كان فيه بعض الأمور اللي ما كانتش حابة الجمهور لكن في فكرة بقى المدير الفني مدير الفني هو هنا اللي بيحدد كل شيء ما نشوف مدير فني أجنبي بيعتمد عليه مدير فني مصري بيعتمد عليه فبالتالي هم الناس دي القريبين هم الناس دي اللي بتحدد مين يلعب ومين ما يلعبش مرون محسن انا بتكلم على مرون محسن فبالتالي ده شيء انا لازم هفتح واتكلم خلي بالكم تعرض لنجوم كتير في العالم لانتقادات موجود تكلم على بنزيمة واحد من نجم ريال مدريل تعرض للهجوم ولكن بيرجع وبيبقى افضل واحسن وده اللي نتمنى للمرون خلينا نروح ليه والد مرون لحاج محسن تحقيت ليك يا فندم اخبار حضرتك ايه الحمد لله ربنا خليك حاج محسن ربنا خليك الله خليك طبعا يعني هنقول للمرون مبروك طبعا الصلاسية ومبروك لحضرتك طبعا كأهلاوي أهلاوي صحيح حاج محسن انت قلتين انت انت ما تكوى قبل كده صح نعم انت اهلاوي اه اه طبعا انا لعبت يعني منتين وخمسين سنة بروك يعني منتين وخمسين سنة طيب ربنا اعبارك في صحيح ويجده كان حارس ماربا مصر اول تريد اول يبطر مطر ربنا بارك ويعني لو يبقى خالي وجد مروان يعني حارس ماربا مصر عشرين واربعة وعشرين يعني اولمبياد طيب وكان حارس الاهلي ويعني يعني عيلة كلها رياضية طيب حاجة مصر النهاردة الحمد لله يمكن تفعيل عقد مروان ومن خلال طبعا هذا التفعيل مروان استريح نفسيا ويبتدي الامور يشتغل بشكل افضل يعني حابب النهاردة يعني برضو تقول ايه الناس اللي عمالة ما زالت بتنتقد بالرغم ان مسلمان يجي لعبوا فييلر جي لعبوا في المنتخب برضو كل المدربين كانوا بيلعبوا مروان ايا يعني بترد على الامور دي زي حاجة مروانية والله والله كابتن فاروق يعني انا النهاردة يعني واحد عمل مطش مع الطلاية عشرة على عشرة يعني وانت استردت على المطش وانا راجل يعني راجل بتاع كورة وتخصص كرة قدم وتربية راضية يعني سبعين وراجل بس في كورة في مصر يعني بس في كورة مش اي حاجة يعني هو كله انا يعني رأيك مثلا كراجل لعيب رعيب دولي رعيب في الاهلي يحترم بتيجي تنتقضه كفنيا كابتن رضا عبدالعال ده يعني من الناس اللي أنا بعزها وانا مدربين الوعدين وان شاء الله ربنا يكرموا مع طنطة ويوضحها الى الدور الممتاز نفس الكلام لبراهيم سايز دولة الناس احترامهم وانشي الواحد بيتكلم في السياسة النهاردة يقعد يتكلم على برام نص ساعة ويعني زي بيكون زعلان والبفروض بيأجب رقب ثلاثة لا ما روان من الأحسن اللعيبة مش عشان ابني انا بانتقضه وبخش فيه دقالات جسدك ده دورك دورك يا كابتر فاروق هو طبعا انت بتوجه لجماهيري الالي ايه مهودا النوطة يعني دلوقتي الانتفاق الجامع الجماهية قفوا جنبه وصندوق وحتلاقوا كل خير منه اتشاء الله طالع ويجيب اهدافه موجب في الوداد يا كابتر فاروق مزبوط مزبوط صورة اصعب من اللي عملت باندي يوم الاتحاد هل القصيدة يحطها فوق ما انفرض بالحارس الدولة بتاع الوداد وجابها جهور يوم الدور قبل النهاء في افريقيا وفي الانبارح امبارح والاول امبارح في الطلايا ما الراجل انفرض والتاني داخل على رجله والتنين مدفعين واحد على اليمين واحد على الشمال حطها في اقصى اليمين جات في رجل ابو بالسام ده طب لا معز يعني هو هو الراجل يجيب الاهداف مين عمل كم عرضية محدش يتكلم ليه اللي بيضيع ضرب الجزاء والانفراضات والكلام ميلي مش بيعنا مروان يعني مش بيعنا مروان يعني مش بيعنا مروان يعني فأنا هي دي النقطة لكن في الآخر فهو واحد من اللعبين المميزين اللي بيعتمد عليهم كل المدربين اللي جون في الفترة اللي فاتت وانا زي ما اقول شكرك طبعا حج مرواء حج محصن على مدخلتك طبعا وانك واقف طبعا في ظهر ابنك وده شيء طبيعي وشيء مهم جدا ان الاب لازم دايما يبقى في ظهر ابنه ان نجوم كبيرة جدا نجوم كبيرة جدا في العالم في كل الاندية بتتعرض لما بتعتمد عليهم الجماهير في مكسب الفريق او ان هما يكسبوا الفريق وما بيحصلش كده بيبقى في انتقادات وده موجود في كل الاندية العالم ولكن هي نقطة في ايه ان الجماهير ممكن تزعل ممكن تغضب من اللاعب لكن مهم المدرب المدير الفني شايف امور احنا ممكن ما نكونش شايفينها في الملعب احنا كنا في الملعب كزمايل ممكن شايفين دور واحد في نص ملعب اهم من دور فرود دي امور كتير ممكن تحصل او المدير الفني بيبقى شايف الجزئية دي واحد باكليفت كل طبعا كل كل واحد في الملعب بيبقى مهم لكن في ادوار مهمة جدا داخل الملعب المدير الفني هو اللي بيحس بيها وهو اللي بيختاره على اساسها اللاعبين وبيبتدي يختار التشكيل الاساسي او حتى التغييرات ده جزء بخصوص مروان وزي أخبرتكم مثلا بنزيمة كان بيتعرض لهجوم كبير جدا من جمهور ريال مدير خانا اولوكم سريعا اخبارنا عشان كابت ابراهيم سعيدي بقى متواجد معنا بعد الفاصل زمالك بيوهن الاهلي بسلسية بمكالمة تليفونية وايضا بوكي ورد ده شيء ايضا في انهاء انهاء التعصب في الكرة المصرية تعديل ليحة مبارات السوبر وعقوبة مغلزة للاعتداء على الحكم السوبر القادم ان شاء الله عشرين او عشرين واحد وعشرين ان شاء الله هيكون بطل الدوري لو هو البطل وفي نفس الوقت اخد بطولة الكاس هيبقى الطرف التاني في السوبر هو التاني في الدوري الممتاز وليس زي الموسم ده همتكلم على الاهلي اخد بطولة الدوري وفي نفس الوقت اخد بطولة الكاس ولكن طلع الجيش هو اللي هيكون الطرف التاني في بطولة السوبر وده مش يحصل الموسم القادم هيبقى رقم اتنين في بطولة الدوري او المركز التاني في بطولة الدوري هو اللي هيكون في بطولة السوبر خليني اروح لفاصل لان لازم ابقى موجود مع كابتا ابراهيم سعيد بعد قليل عشان نقدر نتكلم في جزئيات كبيرة او كتيرة في نادي الزمالك والكورمسية وطبعا بعض الامور الخاصة بالمنتخبات عندها منتخب الشباب ان شاء الله بيقترب من او عندهم عدة مبارات مهمة جدا للوصول ان شاء الله لبطولة الأفريقية في موريتانيا خانيا اطلع للفاصل ومع حضركم مع كابتا ابراهيم سعيد ترتيب وتصنيف الكاف يعطي للأهل اهمية لهذا اللقاء كرات العرضية تصل لنادي الأهل وخالد بيبو وهدف التعادل وهدف التعادل هدف البطولة كيف حضراتكم خالد بيبو يلعبها حلوة قوي هنشوف ده ابراهيم سعيد ابراهيم سعيد الحقيقة احمد بنالبي هتساوى في صدقات الهدفين في هذه البطولة ولكن ده ابراهيم سعيد لسه بقول لحضركم ابراهيم سعيد خمس اهداف في البطولات الافريقية مع نظر اهلي وابراهيم سعيد يعني دائما في هذا المجدد هدف شبيه في مرمى الزمالك من نفس الحتة دي على طول في التوري العام الموسم الماضي هيلعبها كالعادة جيلبرتو المتخصص في الضربات السابتة من ناحية اليمين لانه بيقعبها بشماله عشان تلف زي الموزة باتجاه المرمى وفعلا لفتها باتجاه المرمى وعبد المنصر والهدف الثاني اللي هدل هاني والهدف الثاني واق الجمعة واق الجمعة واق الجمعة هو اللي حط الهدف اعتقد هتشوف هالواق وابراهيم سعيد هو اللي حطها لإلهاء راحت لابراهيم سعيد في زعادة أصبحت النتيجة 2-0 هذا إبراهيم سعيد السعيد بالهدف إبراهيم سعيد السعيد بالهدف بالإضافة طبعا لتحركات الأطراف كندلا وكافو والعرضية وهدف أهلاوي الهدف الأهلاوي الأول إبراهيم سعيد إبراهيم سعيد يحرز هدف عالمي هدف عالمي ويضاف إلى سجل الهدفين يضاف إلى سجل الهدفين تألق أمام فين فكار بدأ عفتاح والنجون تأسناعية تامر عبد الحميد مرة تانية تامر بيغالر اللعب على الشيء إنه إنه بيوقف تويفة في منتهى الخطورة لكن توصل لإبراهيم سعيد ماشي إبراهيم والتصويت الله عليك يا إبراهيم يا سعيد حلوة 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 جوة جوة أول إبراهيم سعيد وأول أهدف السلام عليك يا هيمة كاملين مع حضراتكم مكابتن إبراهيم سعيد معنا نار هيمة بتثبتوني يعني بتثبتوني وبعدين بص جايبين لك واضح إن إحنا طلعت طبعا حبيب والمجموعة أهلوية جايبين لك كل جوانك فإيقالي وجون واحد بس في الزمالك أنا كنت جاب جون في الزمالك أنا حاجة خمسة مع الزمالك أو ستة تقريبا على المتاكد لا خضرات خاصة هاي موارهيم ومشأ الله عليه موارهيم طيب خليني بس قبل ما نتكلم في كل موضوعنا إبراهيم خليني أقول كنت عندي خبر خاص بإن كابتناشف أسلم هو المسؤول عن جهاز الكرة أو مشف على الكرة وكل الفرق في كرة القدم بالنادي الزمالك كان عبد الحريم علي هو مدير الكرة بالفريل الأول ولكن في لجنة جديدة في أو تشكيل جديد للجنة الكرة بالنادي الزمالك كانت فاروق عفر أول الأسامي أو كابتن فاروق عفر الكبير طبعا نجمنا الكبير كابتن أحمد عبد الحريم كابتن أيمن يونس كابتن محمد حلمي كابتن حسين السيد وتامر عبد الحميد دونجا نجم خط وسط نادي الزمالك دي اللجنة أو تشكيل اللجنة الجديدة بنادي الزمالك كابتن فاروق عفر مرة تانية كابتن أحمد عبد الحريم كابتن أيمن يونس كابتن محمد حلمي كابتن حسين السيد وكابتن تامر عبدالحميد دونجد ده تشكيل اللاجنة زي ما أقول لكم حصل عملية فاسك ما بين الاختصاصات إن خلاص كابتن أشف آسم زي ما قلت مشرف على الكرة للفريق الأول والفرق الكرة بالنادي الزمالك تعنشئين يعني كل الأمور الخاصة بالأمور دي وأيضا كابتن عبدالحميد يعني مختص بجزئة إدارة الكرة أو مدير الكرة بالفريق الأول بنادي الزمالك طيب كابتن براهيم خنينة أقول لك يعني الشكل العام بالنسبة لنادي الزمالك بيتغير كل يوم عن يوم في استقالات ثم تعديل في الاستقالات كتاب عبدالحليم علي استقال ورجع تاني في الإدارة استقالة المستشار محمد عطية وفي الوقت الحالي تغيير في شكل لجنة الكرة بالنادي الزمالك شفنا طبعا أسماء طبعا أسماء محترمة عبدالنادي الزمالك لكن مستقبلا في نادي الزمالك شايف الأمور مشى ازاي في ظل التغييرات دي بصفر طبعا الواحد طبعا حزينة على الوضع اللي في النادي الزمالك أنا شايف أن الأجواء الموجودة طبعا دي بوادر دي الشيء طبيعي أنه انت بعد حل المجلس أكيد طبعا في أزمات نادي الزمالك هيمر بيال لأن العدم الاستقرار الإداري ده بيأثر على الفريق وبيأثر على النادي بالشكل كبير جدا يعني وخصوصا كمان في الفترة الأخيرة يعني شايف فيه تغيرات استقالة ورجوع بعد ده برضو أخد بالك نوع من النوع برضو عدم الاستقرار فده شيء طبعا يمكن أنا شايف أن الوضع اللي فيه نادي الزمالك حاليا هيمر بيه شوية يعني يعني يمر بيأدي يعني بص يعني أنا مش عايز أحبط جمبير النادي الزمالك لأن الأجواء دي أنا عشت فيها تمام ها أنت هتلاقي الأمور ما فيش استقرار خالص يعني حتى يمكن أنا في الفترة الأخيرة وشوف في بعض الحاجات تصريحات عن الصفاقات ومفاوضات أنا عزولك حاجة الفترة اللي فاتت ما كانش فيه الأجواء دي خالص يعني أنت كنت بتبقى عارف ما تعرفش أنت نتزمك بتفاوض مع مين نفس القصة زي ما الأهلي بيجي يتفاوض تلاقي الأمور دي فيها سرية تمة في الفترة الأخيرة تصريحات كتير جدا ودي الواحد كان ما كانتش موجودة الفترة اللي فاتت تصريحات كتير جدا لأنه ممكن يكون اللجنة اللي كانت موجودة يعني ليه كانت متواجدك كتا قشف قسم وكبتن أي من نفسه ما كانش فيه فكرة تحديد الاختصاصات كل واحد هيقول إيه وهيعمل إيه كل واحد كان بيطلع لكن الوضع دلوقتي اختلف الوضع دلوقتي بقى فيه لجنة كرة يعني موجود بيها النجوم اللي احنا قلنا أسميهم وكبتن قشف قسم كتا عبد الحليم علي في جزء تاني باختصاصاته بس أنا معك في الكلام ده ده الطبيعي اللي هو المفروض اللي يحصل بس أنا بقول لك من خلال إن أنا عيشت أوقات كتيرة جدا جدا جوا نادي الزمالك الموضوع مش يمش كده خالص لإن كل واحد برضو عايز يبقى ليه دور وطول ما ما فيش نظام نظام في العموم في الأندية أن أنت ماشي عليه خصوصا كمان نادي الزمالك لما بيمر بالأزمات داية في ظل عدم الاستقرار الإداري بتلاقي فيه حاجات كتيرة جدا بتحصل لإن كل واحد بيحاول يوصل سرة للجماهير هي ممكن بيحاولوا يعملوا اطمئنان للجماهير بقى لك بس هي بتقلي بعكسي لإن كسرت السرحات أصلا في العموم مش حلوة جميل مش أنا دلوقتي مثلا لو مش التخصصات بس أنا أنا بقول لك دلوقتي أنا موجود لتفروق جعفر يبقى فيه حد متحدث واحد فقط لغير يطلع يتكلم ويعبر عن اللجنة النقطيك أو لجنة الكرة مع احترامي في الزل الظروف اللي نتزميك بيمر بس فروق أنا عشت الأجواء دي مع نتزمالك مش هتلاقي كلام ده خالص انت دي بترجع الورا ما هي الأجواء ماشي أنا فكرة أنا أول واحد توقع بعد حل المجلس أني توقعت أن الأمور هتي مش كده نتزمالك من الأندال طبعا الكبيرة والشعبية وكل حاجة والجماهيرية بس لما بيجي عدم استقرار في الناحية الإدارية بيحصل ليه طيب ليه ما هي المشكلة بما ناد الوقتي عندي الأمور عدم استقرار تاخد لها مثلا وقت يوم ولا اثنين وثلاثة لكن في مؤسسة ماشية أو نادي مؤسسة لا يام هتبين أنا واحد بقولك أنا عشت جواء نادي الزمالك في الأجواء دي أنا واحد من ناس من ضمن اللعبة اللي كانت موجودة في نادي الزمالك واخد بالك وما أنت عندك اعتراض يعني على الأسامل المتواصل لا ما اعترامي ليهم كلهم أسماء كبيرة كلها حاجة بس بس في يعني أنا أقولك على حاجة أنا مثلا أنا اسم وانت اسم مثلا يعني مش كل واحد يبقى ليه الاسم يبقى مميز مثلا في تدريب أو مميز في الإدارة أو فاهم قصدي مش مش شرط هي سبحان الله بتبقى حتة كده من عند ربان سبحانه وتعالى بيدي كل واحد ميزة يعني أنا في الجزء الإداري أنا مش مش تخصصي طيب هو عشان بس أنا جالي الخوار وإحنا عبد المخصص يعني مش شرط الأسماء أنت ممكن تجيب أسماء وذي تجارب مش في مصر بس تجارب كتير جدا برا مصر أسماء كبيرة جدا دخلت المجال وفشلت هي مش شرط أن أنت تجيب أسماء الأسماء دي آه تواجدهم بس إيه اللي أنت هتقدمه للنادي يعني أنا خلال بصراحة في خلال الفترة الأخيرة والسبوعين الأخرين ما فيش أنا مش واحد من الناس مش متفائل بالأجوال اللي موجودة بصراحة بالنمج بالأمانة يعني النادي الزمالك من الأندات الكبيرة وليه قاعدة جماهيرية كبيرة جدا أكيد الناس متعصرة كده لأن في الفترة الأخيرة كان فيه نشوة في النادي الزمالك من ناحية إدارية من ناحية مفاوضات لعيب على أعلى مستوى برضو رحيل المجلس ده شيء طبيعي أنه يحصل طبع متى النادي الزمالك يعني ما نتكلمش في الكرة بس النادي الزمالك عنده يأ عنده طبعا لكن أنت الأهم ودائما الكريمة في كل سواء بقى نادي أهلي أو نادي الزمالك هو كرة القدم كريمة النادي ما هي الأساس هو نجاح أي نادي هي الكرة لكن هل مثلا كابتن عبدالحليم وكابتن أشف قاسم يقدروا يفصلوا أي مشاكل لوحدها بالكرة في التجاه يعني ما يبقاش بيتأثروا اللعيبة أو الجزئية اللعيبة ما تأثرش بأي مشاكل ممكن تكون إدارية يعني أنا بتمنى بس هو يعني كابتن أشف قاسم هو طبعا كابتني وأخي كبير وعب حليم ممكن صديق ملاعب باحترمه جدا بس أعتقد أن هم في ظل الدغوطات الموجودة في نادي الزمالك مش هيقدروا يستحملوا الأجوة دي مش متشاهم والله أنا بتكلم بشكل واقعي مش أكتر اليوم كل الاحترام وهما الكابتن بتوعي عب حليم صديق ملاعب وكابتني وأخد بالك أيها هو إي مشكل ممكن وجاه نادي الزمالك في الفترة مش أي حد إيه الفترة القادمة اللي ممكن المشاكل يوجيها نادي الزمالك وبالتالي ما يعرفش حد لها النحية المادية أكيد طيب أوكي ده شيء طبيعي ده واحد لكن أكيد نادي الزمالك عنده موارد وعنده فلوس موجودة بره ممكن تريد النحية الإدارية هتاخد لها فترة ده شيء طبيعي بلغ مافيش ناحية الإدارية بتستقرف في يوم وليل ده شيء طبيعي يعني زي ما بيقى فيه مرة كان فيه استكرار ومرة واحدة الاستكرار ده راح بيتيجي المجموعة اللي بعدها بتبقى لها فكر مختلف ما كل واحد ليه الفكر مختلف يعني فكر المجلس الإدارة بتاع المستشان مرتدى كان ليه فكر معين وقدر أنه يعمل يعني أجواء بطولات ولعيبة كويسة وتنظيم ورغم أنه قعد فترة من بداية المستشان مرتدى كان عنده إخفاقات كتيرة جدا بس قعد فترة على ما بتدى يرجع الأمور تاني وترجع الأمور بشكل أفضل واختيارات حتى اللعيبة واختيارات مدربية كل دي بخبرة الوقت يعني مع السنين انت بتختبر بتشوف انت ايه اللي انت أخطأ تفيفا بتصلح الخطة فأعتقد أن الإدارة أنا بتمنوا من التوفيق على فكرة لأن في الأول آخر نتزى مالك عنصر أساسي في الكرة المصرية لقدر لو وقع انت عندك كده جزء جير جدا من الكرة المصرية وقع هيأثر على المنتخب وهيأثر على الدور المصري هيأثر على حاجات كتيرة جدا الناس مش واخدة بالها بس أنا بصفة أن أنا واحد لعبت كرة في أهل وزمالك فأنا بعرف الأجواء ماشي إزاي أكيد هيبقى فيه تأسر كل واحد ليه فكر مختلف كل واحد ليه نظرية مختلفة عايز يطبقها هو ومن آخر كل واحد عايز يعمل عدد اللجنة ممكن يكون كتير ولا مناسب بصراحة أنا بكت بالأسماء كتير قوي كلانك بصراحة يعني كل الأسماء دي يعني تعالى مثلا في الناد الأهلي هتلاقي ممكن أم أربعة ناصر محسن صالح دلوقتي وكابتن زاكرية ناصر طبعا بالرأس الكابتن محمول الخطير بعد كده هتلاقي مثلا ممكن لا ما فيش حد يعني هتلاقي حتى لو في حد بتحتهم شغال هتلاقي مثلا اتنين ثلاثة تنفيذين ده اللي بأتكلم فيه أما إيه الأسماء دي كلها مع احترامي كلهم أسماء كبيرة كل واحد هيبقى متشبس بالرأي بتاعه فهي.. ده بجد على فكرة أسماء عندك كابتن فاروق عفر كابتن أيمان يونس ليه رأي مختلف كابتن فاروق كبير هو كابتن أحمق طيب هنبس بقى هنمش شبه كبير وفاق مصدي هنخش في الحتة دي كابتن أيمان يونس عايز برضو يبقى ليه دور وعايز أرأ بيستشير بعضها كأنه مجلس إدارة صغير مصغر لكرة القدم بيدوها للجزء التنفيذي كابتن أشف أسم كان عبد الحليم علي وحتيها جاتل الفريد قوي كتير قوي برضا يعني الأسماء اللي موجودة بصراحة كتير قوي يعني أنا بحس إن عارف يعني الأفضل هو اللي يبقى موجود ليه الأسماء دي كلها ما كل واحد هيبقى ليه رائي مش هتقدر مش هتقدر تسيطر على الأمور بالشكل ده كتير أسماء وكل واحد عايز يبقى ليه دور يعني أنت ممكن أنا دونيتي فاروق معايا ممكن فاروق يختلف معايا في الأول آخر مين له يتضر نادي الزمالك أو حتى لو في النادي الأهلي لو الأمور ماشية كده هتلاقي أول ضرر هيحصل النادي الأهلي من ناحية اختيرات لعيبة من ناحية وجهات نظر من ناحية إدارية كل ده هيأثر بشكل كبير جدا على يعني على الشكل العام في النادي خلينا أقولك النادي الزمالك كان يعني خلاص كان بين خوصان وأدنى أن في بعض اللعبين تعاقد معاهم وتراجع عنها وفي أيضا بعض اللعبين اللي كان مفروض طالعين أعارة وتراجع على نادي الزمالك رأيك في الجزئة دي سواء بقى اللعبين اللي تراجع عنهم في التعاقد أو اللعبين اللي تراجع عنهم في الأعارة بس هنتكلم في الأول أمير عادل أمير عادل أمير عادل يعني هو اللي كانت البداية يعني طبعا هو يعني في خلال الفيديوهات اللي أنا شفتها هو اللعب كويس يعني أنت جيبته من تقريبا كان في الدنمارك على ما أعتقد جيبته من آخر الدنيا وشو الدنماركية هو بقى أين كان بقى إن شاء الله بصت جيمة اسكندرية يعني أنت جيبته في مصدي وجيبته وقعت وتقريبا أنا أعتقد عمل كشف طبي ووقع 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 الصور مع كابتان عبد الحليم طيب شفت أنت إيه؟ طب بعد كل ده في الأخير تقول أنت بتستغني عنه طب أنت مفهود أنت حتى يعني أنت بتبقى شايف اللعب أنت محتاجه ولا مش محتاجه ده من ضمن برضو التخبط هل ده ممكن يكون فيه جزء مالي؟ أولا هو جاي تقريبا في إفري يعني لأن كان السبب اللي اطلع على الساحة أن باتشيكو كان عايز يشوفه في الملعب لكن هل أنت مقتنع بالجزء دي؟ ممكن يكون الجزء المادة وأنه ممكن فيه الأفضل في الوقت ده؟ بس أنا معرفش التفكير إزاي؟ هو المبدأ اللي بتكلم فيه أن أنت من البداية جبته ليه أصلا؟ يعني أنت جبته ليه؟ جبته من بلد تانية وجبته قعدت معاه وعملت قدمته وتصور أمير عادل من المجلس القديم يعني كان الكلام مع الله ده من المجلس القديم؟ طيب يعني المجلس القديم كان بيخلص معاه أو هو خلص؟ طيب ماشي يعني هو مسى عشان هو من المجلس القديم فترفض ما تمشيش غير كده يعني هو عشان هو من المجلس القديم فممكن يكون ترفض ما هدي بقى دي مشكلة طيب تقولي المشكلة دي بعد الفاصل نكمل ونكمل مع كابتن براهم سعي موسيقى مكملين مع حضراتكم كابتن براهم سعيد طبعا نجم البريم وكابتن بريم كنت بكلم على صفقات وتراجع نازل مالك عن بعض الصفقات بكلم على أمير عادل أيضا على اللعبين اللي تم تراجع عنهم في أعارتهم ليه أن دي أخرى كنت بقولك أن أمير عادل أصلا من من الصفقات اللي كان تم الاتفاع عليها من المجلس القديم مجلس المستشفى المنصول طبعا يعني لو الموضوع ماشي اللي هو عشان المجلس القديم هو اللي كان بيتفاول فدي مشكلة أكبر يعني في الأول آخر انت اللعيب اللي انت بتجيبه اللي هيفيدك يعني زي موضوع عحمد الشيخ ماشي خد بالك برضو هيبقى فيه يعني هتلاقي برضو فيه بعض الأزامات هتمر بيه كان يجب الأمينة عشان بس عشان دور من المجلس القديم بس أنا الأجوات دي أنا عشتها مع ندي الزمالك والله أنا مش بقول كده عشان خاطر يعني عمش عايزة أحبت جميلة من ندي الزمالك بس أنا بتكلم أجواء أنا عشتها كان نصر شمر طبعا منصور بعد كده ماشي وبعد كده فابتديت عارف اللي هو أنت محسوب حتى كان نفس القصة عمر زاكي عمر زاكي برضو أنا طبعا نسيت طبعا عايزة أوله البقالة اللي أنا طبعا والده وإن شاء الله يجعله آخر يعني يدخله فزيح جنيته إن شاء الله عشان نسيت إن أنا أتكلم في النقطة دي بصراحة وربنا ينصبر فبرضو عمر زاكي برضو حتى بعد ما المستشفى مرتضم إيشي برضو أنا نفس القصة فهي دي المشكلة بقى فاروق أن أنت بتبقى محسوب على مجلس رغم أن أنت ملكش زنب أنت جاي راجل موقع مع ندي الزمالك هي دي بقى المشكلة اللي ندي الزمالك بيمر بيها وبعد تأكيد كلامك على موضوع أمير عادل فأعتقد أن المرة بتاعت تخش في الحتة دي على المجلس السابق لأن في الأول آخر أنت جايب لعيب أنا معافش هو يعني اتجاب بنان على الأساس أو وقعت معها بنان على الأساس وإيه أسباب الرفض خلينا نتكلم أمير عادل بنفس منطق أحمد سيد زيزو أحمد سيد زيزو ما كانش معروف دا حقيقة مشكلة أنت عارف يعني قالك إيه بعض الكلام كده شفت قالك أصل المدرب سأل على واحد صاحبه هناك إيه دا؟ فيش حاجة اسمها كده خلص يعني إيه الأسباب؟ فكرة أن باتشيكو قال إنه ينزل ملعب أشوف ملعب واللعب رفض دا السبب بس هو كان طالب أحمد الشيخ تمام؟ فترفض فأما قالهم خلاص أنا مش عايز أمير عادل فعارف قال لو إيه مشيلي واحدة وأسيب لك واحدة فهو إيه دي بالزبط اللي مشت كده ما دي برضو من ضمن الأسباب اللي هتدخلك في مشكلة اللي هو أنت طب إنتوا مخلطينيش مثلا أنا جيب أحمد الشيخ رغم إن هو كان موافع عليه طيب ووقع وعمل كشف طبي وأنا شايف إن كان أحمد الشيخ أتوجده أعتقد إن كان هيفيد نادي الزمالك هو كان لعيب لعيب كويس وممكن ينجح كان مع نادي الزمالك بغض نظر عدم نجاوها في نادي الأهلي أنا بأعتقد إن نادي الزمالك خسر صفقة أحمد الشيخ لأنهم من لعيبة الكويسة وممكن على فكرة بتشوف الأمور دي إزاي لما أنا ما باخدش لعيب عشان بعض التصرحات ليه كانت موجودة قبل كده بص يا فاروق في الأول آخر طيب أنا أقولك حاجة أم أنا وانا في الأهلي كان جمهور الزمالك مهبكش؟ لا كانوا بيطلعوا عيني انت كل جميع كنت بيطلعوا لا بجد لا كان بيطلعوا كنت بشوفها في النهاية الإسماعيلي أم أنا حتى في إنجلترا راجل كده أكتر مشاكلي كانت معي الجميع كنت بيطلعوا بس وأنا في الأهلي كان جمهور الزمالك يعني دي معروفة أعتقد إن الناس كانت بتبقى موجودة في الأستاذ كانت منوشات ومشاكل وفاهم قصدي؟ وكان بيحصل منوشات مابين ومابين نفس القصة لما روحت الزمالك كانت الأهلي وعندما كنت بلعب مع الأهلي والزمالك ضد الإسماعيلي بص يا جماعة براهيم سعيد هت تعالى طلعت بس تعالى تعالى أسيبك من الجهة براهيم ده ملعب الإسماعيلي تسعة وتسعين في إسماعيلية كانوا بيطلعوا عين انت قابل المتش لقيت الجماهير إيه؟ عمالة تسرخ وتزعق فيها يا جماعة براهيم سعيدة عمالة يروح لهم وانا هوريكم ونفس القصة كنت بعملها مع جمهور الزمالك انت بتسخن الجمهور قبل ما نازم انا كنت بتسخن نفسي وعفك لو كانوا بيشتموني وكتش بزع لأننا انا ملنمتش حالو بس لأسف بركات كان وانا حتتتجونين وانا جبت لك درب الجزاء وحتتجون حتتتجون هالو انت بسراح انت كنت متعلق يا فروه بسراح وكتبالع في الاهلي لما روحت اخلصت للمكان واحترامت المكان والحمد الله لحد دلوقتي بتربطني علاقة مع الناد الاهلي ومع الناد الزمالك ومع الناد الاسماعيل رغم ان الاسماعيل انا واحد من الناس انا كنت عمري متوقع يعني انت بتشوف ان انت انت فكرة انك تصريحات احمد الشيخ مكانش ديها اي مفيش اي مشكلة ان هو يبقى موجود كان ربا ما كان في الزمالك وكان برضو اوقات كدير تصريحات على الناد الاهلي بسا تقريبا اعتقد رباناش فيه مؤمن مش حابب ان انا اتكلف يعني في الحتة دي بس يعني فيه ناس كثيرة جدا وده وضع طبيعي يعني عاشة الاجواء دي واخد بالك وتنقل التاني الموضوع عادي انا ما عافش يعني ليه الناد الزمالك واسمعت كلمة برضو يعني استغربتها على الموضوع عشان قيم الناد الزمالك الموضوع مش كده يعني التفل اول اخر كرة عايز لعيب يكون بينفزنا اعم خلي القيم دي بيبقى انت ليك حاجات معينة تفهم اصدين؟ وبعدين هو الولد يعني القيم هو كمان هو الولد كانش عنده حاجة اخلاقية يعني ممكن يكون وارد انه ممكن عفكرة في الصحافة نزلوله وتصريح ما انا كنت انا في الاهلي كنت بنزل تصريحة دي الزمالك على فكرة ونفس القصة لما كنت في الزمالك فده شيء طبيعي فاروق يعني الاجواء الاجواء وكابتن حسام حسن حد كان مش يتخالي ان كابتن حسام حسن بص يعني انت لو كلمت هتلاقي اسماك كتيرة جدا بص انا مش هنتكلم في حاجة لان انا واحد عشت مع الاثنين فهي ملاش دخل بسرحات وملاش دخل بأي حاجة اتراجع عن الاعارات يا كابت ابراهيم انا بتكلمك على مصطفى فاتحي اكلمك على امر السعيد مين ثالث يا جماعة عشان هما ثلاثة بس مصطفى فاتحي ما احترام يلعبك قويس بس من بعد الاصابة مستوى بعيد تمام ادي واحد ادي كانت جبت حد خليته موجود سيبنا بقى من العاطفة شوية لان في الاول الاخر نات الزمالك بيلعب في الفترة اللي جاء على بطولات والامور مش مستحملة اساسة مصطفى بعيد تماما عن مستوى في الفترة الاخيرة بتمنى ان هو يرجع بس في الفترة الحالية مش هيفيد نات الزمالك يعني انت شايف ان وجودهم في نات الزمالك انهم ما ترغوش اعرى ده شيء مش صح يعني مش مفيد انت يعني عايز قولك حاجة يعني كان ممكن يجيب امير عادل واحمد الشيخ على اقل كان هبقى اضافه على اقل في حاجة تجديدية في الفريق لان كنت عندك عناصر مع احترامي كانوا متواجدين مش مفيدين خالص نات الزمالك هو ما بيلعبوش فانت خليتهم موجودين خليتهم في الاول الاخر انت بس انا بقولك نات الزمالك برضو انا بشوف ان هو رايح للإحتياجات او كان رايح للإحتياجات اللي هو مش عايزة يعني مثلا نات الزمالك كان فاشد الحاجة الواحد بك لفت ولا انا اقل ما هو ده من ضمن الحاجات برضو ان انت يعني الناحية الإدارية ان انت مقدرتش تلم يعني اخسرت نات الزمالك في طولة افريقيا كان بسبب ان عبدالله جمع مصاب واسلام جابيرو اللي لعب وخسرهم بشوتين ماشي يعني ما هو ده خد بالك دي بقى عرضه برضو من ضمن التخبط ان انت مقدرتش ان ان انت في فترة تقدر تجيب احتياجاتك ده شي طبيعي ما هي الازمة الإدارية بتعملك تخبط كبير جدا جوه النادي وده اللي حصل اديك اهون ما استفدتش من الاعارات اللي انت هتطلحها اللعيبة ما قدرتش تجيب لعيبة جدد ان انت تقدر تدعم الفريق وتشوف النواس اللي عندك فكل ده برضو من ضمن المشاكل فكرة رجوع سي سيد دي يعني لازم ما رجعوش له براينج؟ معرفش بصراح يعني هو ولا كسونجو كسونجو بقى خلاص بقى الرجل يعني انا بتكلم يعني انت بتكلم كلاعب مميز ده مين اللي يفضل ده ولا ده من وجهة نظر؟ اه انا معرفش بصراحة انا كنت متوقع ان النادي الزماليك ممكن يرجعه على الاقل افضل من كسونجو بكسير جد بس ده برضو من من اختصاصات مجلس الادارة ايا كان في مجلس الادارة اللي فات كان مجلس الادارة الجديد ايا كان الموضوع عليه لان الجديد لسه مالحقشاني ما هي بقى ما اخد بالك الوقت قليل وبرضو رحيل المجلس السابق برضو في وقت صعب جدا وعلى المجلس الجديد على ما يجي ويلن من ناحية الادارية ويشوف المشاكل بتاع اللعيبة فاكيد هم سرحوا من موضوع التعقدات الجديدة بالدليل انه حصل بعض الازمات داخل الفريق مع اللعبة الكبار حاولوا انهم يقدروا يلموا الامور عشان الامور ما تتفكش طيب كان عندي خبر خاص بوباما يعني كنا في الفترة فترة بريم كنا بنتكلم مع الجزئية دي احنا كهنا في البريم وبس اشان الناس يعني اللي امتبعانا انه اوباما جايله عرض من السعودية بعرض قوي وهو عشان كده عمال يأجل في الجلوس مع ادارة ناتزة مالك وامير مرتضى منصور ولكن دلوقتي الامور بالنسبة له كمان بقت اكتر لان هو شايف ان الامور فيها بعض المشاكل وفي نفس الوقت الامور المادية كمان فيها بعض المشاكل ده اللي اكيد اللعيب بيسمعه جوه نادي زمالك وهو عنده عرض قوي اللعيب يعني جوه نادي حفظين كل حاجة فكرة الخروج لأوباما برا نادي زمالك هل هتأثر على نادي زمالك ولا في البديل اللي ممكن ماشي ما فيش مشكلة هو خلاص هو بيختار طريقه واعتقد انه حتى لو هو مش حابب انه يبقى متواجد اعتقد انه مش هيبقى لدها بتاعه وتركيزه زي ما يبقى حابب انه يبقى في المكان خصوصا بعد مع الأجواء الأخيرة التغيير برضو ده كل ده مأثر بص في حاجات أجواء جوه نادي وجوه الفريق محدش يعرف غير اللاعب نفسه اقولك حاجة كمان احنا بنحسها طبعا احنا ما كنا الحمد لله كنا في الأهل ما بحسها معشان الناس والله الجماهير ساعات عارفش فكرة خسارة بطولة بتأثر طبعا خسارة بطولة ما بكنامش على مجلس الدارة مش ناحية جماهيرية بس خسارة بطولة الأمور حتى الإدارات نفسها بتبتدي تفكر لا ده نجيل ده لا مشي انت فاهم؟ على فكرة لو كان في وقت كان ممكن هتلاقي ناس كثيرة جدا تمشي بس هما خافهم من الغضب الجماهيري مش هكتا وبالدليل كان فترة الأخيرة آخر آخر أسبوع ده طب مين كنت تمشي يا إبراهيم من الجيل اللي موجود ده من الزمالك بعد خسارة دولة الأفضل وخروج من كاسماس مش تقليل منهم بس هما مش هيفدون خلاص كاسونجو مش يعني كاسونجو كان أول واحد كاسونجو عفاكي أنا أبالي سنتين بتكلم عليه وحتى ماشي للسعودية ورجع تانية ما عفش رجع ابو نانا على الأساس يعني أخذ بالك كاسونجو مصطفى فاتحي بعيد تماما مش مفيد لنادي الزماج في فترة أخيرة بعد الإصابة محمد عبد السلام عبد السلام ده أنا بقولك محمد عبد السلام تمشي آه مش 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 مفيد محمد حسن طيب تمشي بص أنا برضو ما شفتوش بس هو مش متواجد ايو أنا عارف إن هو مش يا شباب أنا بأتكلم رأيي كابتن إبراهيم في الجزء لا ما كانش مفيد برضو يعني ممكن أنا عندي لعيبة من الشيء ممكن أستغلوهم يعني زي وسامة فيصل وسامة فيصل صبعا معي ممكن أستغله أفضل يعني أديله أعيده يعني فهم أصدقى أديله فرصة أكثر آه يعني أجيب لعيبة سنة صغير اتفدني ويبقى ليها مستقبل معايا أفضل من اللعيبة إن أنا بجيبهم وبدفعهم فلوسهم ما بيفوضينيش بشيء يعني في أسماء مع عمر السعيد عمر السعيد عمر السعيد مثلا لو عنده عقد مميز هو غالبا بالتسعين في المية مصطفى محمد عزيمشي يعني من فترة هم هزاودوا العقد بتاعه مفروض في خبر معنا النهاردة في تزويد عقد لمصطفى محمد لو تزويد دي بقى هو مثلا ما قلوش العرض المناسب بس من الأجواء الفترة اللي فاتكه انه هو باين أو انه هو مركز انه هو عايز سافر برا يعني أو يطلع برا لو سافر برا مين هيبقى موجود ما هي بقى دي النقطة ما هو عمر السعيد هو اللي كان بعد برضو خد بقى عمر السعيد برضو بقى له فترة ما بيلعبش هو لعب كويس بس بعيد بس فروه فيه لعبة ممكن تبقى ايه بعيد جيبه بقى انت يعني جيب اللاعب من اللاعب انت عايز له اقول لحاجة مثلا عشان يخش في الفورما بتاعته ويرجع السكة تاني بتتكلم بقى له كم شهر بيلعبش تقريبا اخر يعني لو بصيت على اخر ماتش تقريبا افكر له اخر ماتش اللاعب السنة اللي فات على معتاك طيب ابراهيم خلينا اقول لك يمكن بداية المسلم خلاص بتقترب بالنسبة للدور المصري يوم 11 ثم يوم 12 ناتزة مالك هيلعب امام خلون العرب حتى المباراة الرابعة ناتزة مالك بيقابل فرق قوي جدا مقولين بيرامدز سموحة الاهلي رأيك في الجزئية الناتزة مالك يخرج من الاربع مباراة دي ازاي في ظل الظروف اللي فيها ناتزة مالك هل تتوقع كم ماتش مسلا الناتزة مالك ياخب كم نقطة من الاربع مباراة ده؟ بص مش هادر مش هادر احسبها كده لان انت بتتكلم في الظروف الناتزة مالك اللي فيها مع المباراة اللي انت بتتكلم فيها دي لا يعني هتبقى الامور صعبة يعني ياخب كم نقطة؟ يعني على الشكل اللي انا شايفه ده بتمنى يكون غلط يعني ممكن تلاقي اربع خمس نقاط مسلا اربع خمس نقاط؟ يعني ايه كسب ماتش ويتعادل ماتش مسلا؟ هتبقى في كده؟ اه اه والله بص فيه فيه انا واحد حاسسة حتى باينك هتباينك جدا طب امام الاهلي اعمل ايه؟ امام الاهلي لا النادي الاهلي طب انا كده عنده نش كده قلت فيه ماتشين خسارة تقريبا يعني ما بص الأجواء اللي موجودة بص يا فاروق ليه انا بتكلم كده؟ تعال بص على اللعيبة في مباراة طلاقة الجيش اللي قابل النهائي بص على اللعيبة نفسها، اللعيبة عندها حالة احباط وعندها نفسين متضمرين ده بجد وانا عزرهم يعني اليوم هم كل العزر بصراحة كانت الامور ماشية كويس ومرة واحدة بص هي كرة كده أبيض ويسود مرة واحدة ممكن تلاحس انها ماشية معاك وفي ثانية تقلب ضدك كل ده بيتهد بتكلم بصراحة يعني فاللي انا شفته في مباراة طلاقة الجيش لا اللعيبة عندها حالة احباط ما عندهاش الروح التركيز زي اللي كان متواجد ففيه تأثير بشكل كبير جدا عن نادي الزمالك وفي ظل الظروف اللي موجودة مع عدم التدعيم هيأثر هيأثر مع نادي الزمالك جامد جدا يعني بكلم جد يعني في الفترة اللي جاية اعتقد نادي الزمالك يعني عارف الناس ممكن تقول لي ليه التشاؤم ده بس يا جماعة انا لعبت كرة والله يبقى عارف الاجواء ماشي ازاي ووش اللعيبة عامل ازاي فخلاص عشتها يعني بس لا الاجواء مش تمام بصراحة طيب هاطل على الفاصل براهيم لكن خليها قبل ما اطلع على الفاصل اقول يعني ان محمد صلاح نجمنا الكبير واللي دائما ارقامه مميزة يعني بيحتافل نادي ليفر بول بالنجم الكبير ان هو اصبح يمتلك افضل معدل للاهداف في المباراة الوحدة بين لعبي ليفر بول التاريخيين يعني وبالتالي يعني الشيء مميز محمد صلاح وبتكلم على بطولة الدوري الانجليزي محمد صلاح هو افضل لعبين في نادي ليفر بول من حيث المعدل التهديف محمد صلاح في المركز الاول بمعدل اهداف 0.69 بالنسبة للمعدل التهديف يعني بالتالي بيتفوق على توريس بتفوق على لويس سواريس بتفوق على مايكل اوين بتفوق على ساد يوماني نجمينا طبعا محمد صلاح اللي مشرفنا دايما بالاستمرار لسه كنا قيلين امبارح بهدفه امبارح بيعادل رقم كريستيانو رونالدو في التهديف بالنسبة لنادي ليفر بول في البريمير ليج ولكن طبعا هو كان اسرع من كريستيانو رونالدو اللي يمكن احرز او احرز هذه الاهداف او الاربعة وثمانين هدف في عدد مباراة اكبر من صلاح محمد صلاح احرزه في 131 مباراة كريستيانو كان اكتر من كده وبالتالي ارقام كل يوم محمد صلاح بيحققها من خلال تواجده في ليفر بول ومن خلال تواجده في البريمير ليج تكملنا له طبعا دائما نجمنا الكبير والملك يعني دائما احنا بنقول عليه الملك الفرعوني بالنسبة ليه الدوري المصري في تقلق دائما ان شاء الله مستمر خاني اطلع لفاصل وارجع مع كابتن ابراهيم سعيد طبعا ونكمل كلامنا وعندنا طبعا فقرة الكومنس وفقرة الصور مع كابتن ابراهيم سعيد ان شاء الله بعد الفاصل طيب رجعنا لحضراتكم مرة تانية عندي خبر خاص بنادي الزمالك ايضا وطبعا هيكلت الامور بشكل جديد بالنسبة ليه الادارة او حتى للجزء الفني تعيين المستشار اماد عبدالعزيز في منصب عضو اللجنة المؤقتة لادارة نادي الزمالك بدلا من المستشار محمد عطيت كده اكتملت اللجنة السلسية مرة اخرى بالمستشار اماد عبدالعزيز كانت ابراهيم يمكن الامور يعني بترجع لطبيعتها بشكل يعني ما في الاخر نادي الزمالك عايزة الامور تمشي بشكل طبيعي وده اللي يتمنى طبعا كل الاهلاء الزمالكوية وكل المحب نادي الزمالك بس برضو ماشي خلص انا انت دي وجهت رزق بس طبعا معالي وزوجة ترقاشة بيحاول يتعاون بشكل كبير جدا مع الادارة في الوقت الحالي وان الامور ما تبقاش فيها اي عيوب او اي ناقص والله فاروق بس كل الفترة اللي جاية يعني الفترة اللي جاية دي هتبين حاجات كثيرة جدا وهتتضح الرؤية يعني بالذات خصوصا في المجال بتاع الكورة يعني مفيش حاجة زي ما بتقال ايه بتستخبه هتلاقي كل حاجة بتظهر لان انت فريق نتزمالك ولعبة نتزمالك فيها نجوم وفي مصدي فيه مباراة الفترة اللي جاية وفي دوري وفيه ماتشات هتبتقي تظهر فالامور كلها هتبن من ناحية الاستقرار الاداري ومن ناحية اللعيبة حتى ومن ناحية الفريق بالشكل العام يعني طيب نروح لفقرة ماشي عندك حاجة نتزمالك لا خالص بس اه بتمنى طبعا نتزمالك يرجع لان برضو خد بالك تول ما فيه منافسنا فريق زي ماك عنده فرقة قوية ابراهيم عملية الفصل وده دور مهم جدا لكابتن قشوف قاسم وكابتن عبدالرهيم عليه فصل اي مشاكل خلينا نبعد عن الشعارات نبعد عن الشعارات خلينا في الشعارات وهم اسماء كبيرة واسماء جمدة جدا يعني في مصدي هي في الاول الاخر هي كرة مادة هل مجلس الادارة هي ده هي دي بقى دور اللجنة المؤخدة توفير الفنوسية وكل ده باشا على دماغي من فوق في الاول الاخر انت عندك اسماء ما شاء الله بتاخد ارقام كبيرة جدا وعندك لعيبة وعندك لعيبة عايزة تجدد وعايزة العقد بتاعها يعلم فعندك ظروف كتيرة جدا في الفترة اللي جاي فالاخر دلوقتي الكرة معاك فلوس انت معاك فرقة كويس معاكش فلوس طيب طيب مصطفى عمر ده اول كومنت معانا كابتن ابراهيم بيقول ايه رأيك في بدر بنون وهينفع النادي الاهلي وايه رأيك في كلام كابتن رضا على موسيماني طبعا كابتن رضا هيا يعني قال ان الموسيماني كان وحش جدا الفترة اللي فاتت ممكن يكون توطر بسهم ده كويس وخد البطولتين حظ او تلت بطولات حظ لا بس ما فيش حاجة حظ في حاجة اسمها اكتهاد وفي حاجة اسمها رؤيته جو الملعب وفي حاجة اسمها تعامل مع اللعيبة ما فيش حاجة اسمها حظ حظ ده مفكورة مش موجود معلش في اسمها تركيز وازاي تقدر تتعامل مع اللعيبة هو بيقدر تتعامل مع اللعيبة بشكل كويس جدا لمم اللعيبة حواليه يعني رغم ان مش ده الامكانات بتاعت النادي الاهلي يعني مش ده مش ده المستوى للنادي الاهلي اوزك امكانيات اللعبين امكانيات اللعيبة مش الامكانيات يعني انت عندك ثلاث اربع ناصر هما المميزين بس ان هو يقدر يتعامل ويجيب بطولات للنادي الاهلي وفي فترة قليلة لا ده شغل عالي جدا واعتقد ان هو لو خد الامكانيات وجاله لعيبة كويسة النادي الاهلي هيبى في حاجة اسمها كواحد موجود في مركز انت ممكن لعبت فيك ابراهيم بس انا مش حابب ان انا يمكن ان انا تفرقت عليه ضد الزمالك ووارد ان ممكن يكون الزمالك في الوقت ده كان اعلى واخد بالك طبعا مختلف تماما ضد طلاع الجيش لا انا هكلمك من البداية متابعتي مع الرجاء ممكن يكون في الوقت ده كان الزمالك اعلى امكانيات اللعبة اعلى فممكن ما يكونش ظهر بالشكل اللي انا كنت متوقع اللعبة مع النادي الاهلي مختلف تماما فانا برضو من وجهة نظر انا مش هادر اقيم عليه دلوقتي خالص قدامه مثلا اربع ماتشات وهاديله برضو عزره ان فيه نسجام وفيه تاقلم فيعني كبداية في الماتش اللي فات الى حد ما كويس بس مش دل يعني مش المستوى اللي انا سمعت عليه بس ممكن يكون مع الوقت ممكن يبتدي يعلى والتاقلم هيزوده بشكل جديد طيب امير ونوسى بيقول رأيك في عدم التعاقد مع صالح والشيخ وامير عادل هل كانوا يفيدوا النادي يعني بيكلم مع النادي الزمالك ولا لا صالح مين صالح جمعة بغض النظر هو كان بيكلم لو صالح جمعة كان النادي الزمالك يتعاقد معه بس لو المجلس الديم كان موجود كان اعتقد ان كان ممكن التلاتة يتمدي معه كان يفيدوا الكورة كان طبعا صالح من اللعبة الكويسة رغم ان هو يعني من اللعبة الكويسة بس كان ممكن ان يبقى في النادي الزمالك يبقى كويس نفس القصة مع احمد الشيخ امير عادل انت بتقول انت امير عادل لانا شفت له الهايلاد بتاعته يعني كويس بس ما معرفش بادي قديمة ولا جديدة طيب جمال العصام بيقولك مين احسن فريق اعمى صفقات ومين هيكون الحصان الاسود السنادي هيكون هو من وجه نازل هيكون سيناميكا كيلوباترا ولا نادي اخر وايه رأيكا نجمة في موقف احمد الشيخ واللي حصل مع امير الزمالك بس طبعا انا انا شايف ان يعني معظم الاندية عملت صفقات كويسة جدا بخلاف نادي الزمالك هو اللي لسه محفظ عن قوام بتاعه يعني اوه مقدرش ان هو يقدر يجيب قوام جديد ويطلع لعبة عاربة بس انا شايف ان مجمل اللعبة كلما عاملين مجمل الاندية عامل صفقات كويسة واعتقد ان الامور هتبقى صعبة في الفترة اللي جاية على الاهلي والزمالك واتمنى ان يبقى فيه منافسة تمام كل احد يستعد طبعا معظم الاندية عملت صفقات كويسة سموحة سيراميكا عمل تقريبا البنك الاهلي عمل كله عمل يعني فيه اندية اللي هم اللي متواجدة واخد بخلاف الاندية اللي في الفترة الاخيرة كان المستوى بتاعها عالي فاعتقد ان الموسم اللي جاي ببقوي طيب سيف الدين بيقولت حياتك اتفاروق احباد الشيخ انت قلته خلاص انا اتكلمت فاهم الشيخ انتصرف مكان سيف الدين انت حياتك اتفاروقات ابراهيم سعيد ايه رأيك في اداء سناء الدفاع للنادي الالي في ماتش زمالك واداء بدر بنون انت برضو كلمت على جزئي بدر بنون في طلع الجيش انت شفت صلع الجيش كان ايه رأيك بص في الفترة الاخيرة اعتقد ان الامور بقت افضل شوي طيب احمد حسام ايه رأيك في اداء مسماني كنت بتقول عليه كويس بس انا عاوزك تقيمه في الماتشين بتوع طلع الجيش والزمالك وصير اختفاء معلول الهجومي معاه بعكس فيلر اللي كان بيديده حرية في هجومية انت قلت رأيك في اداء مسماني لكن هو بيسألك على الماتشين بقى بالذات طلع الجيش والزمالك معلول خلينا نتكلم بصراحة ان في الفترة الاخيرة من ناحية دفعية وناحية هجومية مش في المستوى خالص مش ده معلول اللي كان مع فيلر يعني ممكن يكون هو مديله واجبات هو او ممكن يكون عنده بعض الاجهاد او بعد التوتر ده وارد بس مستوى معلول في الفترة الاخيرة مش مش المستوى اللي انا يعني المستعلمات مدرب يعني انا شايف ان الراجل بيدي اصلا بالعكس ده الراجل بيحب لعبته الكرة وبيحب اللي يهاجم يعني من خلال نظرتي لي بيحب اللعيبة اللي تلعب برحيتها مش بيكتفك يعني فيلر كان ممكن يكتف لعيبك صحيح طيب عندنا اخر كومنتك يا فتبيني هلزى زمانك الفتر دي هيرجع لزمان 2005 وهيرجع مستوى للأسوأ ولا رأيك ايه انت قلت الجزئة دي تقريبا تكريبا بس يعني ايه ايه انا شايف ان الاجواء كده يعني احنا بدأت 2005 لا انشاء قولي ان شاء الله انا زين زمانك يبقى في احسن حلاته ان يبقى فيه منافس القواني بين الاهل والزمانك طيب بس والله كده يعني بتكلم عن اجواء انا عشتها بس مش اكتر انا عارف ان الناس يعني بتتمنى يعني جمهور الزمانك بيتمنى ان ان الناس زمانك يرجع تاني واكيد كل يعني الاهم من الناس زمانك لان الناس زمانك وعنصر اساسي من الكرة مصرية وقع كرة مصرية وقعت طيب يلا طلعت الصور بقى مع كابت بريخ وان شو سنة بريم التزم بيها بعد ازن وباما وباما من اللعبة الكويسة وتركيزه في الفترة الاخيرة مش مركز اوي واعتقد ده مؤثر عليه معنات زمانك واعتقد ان الادارة ممكن يعني الافضل يعني هوا شايفين ان هما مش حابينه مش حابب ان هو بقى متواجد يمشي طيب صورة بعدها حمى الشناوي الشناوي طبعا عمل موسم كويس ومن حراس المرمى اللي علين جدا وليه مستقبل كبير جدا لو جاله احتراف بتنصحه يستنى شوية ولا يطلع اعتقد ده ليش يستغنى عنه لان انت معندكش البديف اعتقد يعني طيب كابتن ايمان يونيس عضو لجنة الكرة طبعا وبس عايز اقوله الناحية الاعلامية مختلفة عن ناحية الادارية خالص يعني ان انت هتبقى هنا وهنا دي هتبقى صعبة شوية بدر بنون بتمنى له التوفيه واتمنى يكون على قد قدر السيقل للنادي الاهلي مدهاله وجماهيره يعني الامور صعبة ومش بسهولة افتكرش ان الامور تبقى بسهولة ان الجمهور الاهلي يعني يرفعك فوق ينزلك تحت يعني طيب بشيكو بس انا واحد من الناس ما كنتش مش مقيد لي ان هو يبقى متواجد في النادي الزمالي بس هي الظروف حكمت و بقى خلاص مكبر يعني مكبرين ان هو يبقى متواجد السورة اللي بعدها مسلماني اختيار موافق من مجلس ادارة النادي الاهلي في الوقت الصح واعتقد ان لو ادوه الصلاحية وصابوله الاختيارات النادي الاهلي هيبقى في حتة تانية خالص السورة بعدها كبتان عبدالحليم عليه بس عبدالحليم طبعا صديق ملاعب وكابتني يعني بتمنى له التوفيق عليه حمل كبير جدا الامور صعبة واعتقد ان يعني اختبار صعب جدا ليه في الفترة اللي جاي بتمنى له التوفيق ماشي سورة بعدها مراون والله بس يعني انا تعبت من كهتر الكلام في الموضوع ده بتمنى له التوفيق ويا ريت يعني نشوفه يبقى كويس بس الانتخاضات احنا في نجوم عالم انا تعبت انا تعبت انا احترامي الاسرته واحترامي الوالده واحترامي ليه شخصيا انا واحد من الناس بتمنى له التوفيق وتعبت من الانتقاضات لي يعني اتمنى ان يكون ان المسلمان بيشبهوا بنزيمة في اللي لا بقى كده بنزيمة بيتعرض لهوم رهيب من جميل كده بيعذر بقى ايو انا بكلمك والله جمهور ريال مدريد موضوع التشبيه تماما انا ما بحبوش فمصدي هو ممكن يكون لي رؤية معينة او ممكن بس من الاخر هو ما فيش يعني دلوقتي في رود على اعلى مستوه ما فيش في مصر يعني هتلاقي ما هو مثلا هتلاقي مصطفى محمد هتلاقي ايه اسماء وليلة جدا ممكن يكون هو من ضمن الاسماء اللي موجودة بس هو يعني جمهور الندر تحطوا في ترتيب كم رقم واحد كام في الفراودة بس مصطفى محمد على فكرة في الفترة الاخيرة بار يديني رقم بس المروان يعني كان الواحد يعني براهيب يديني رقم تحطوا في ترتيب رقم كام بالنسبة للفراودة في مصر مروان يعني مش كده فاروق ما انت عندك مصطفى محمد هكتنا حطوهم ان هو يبقى رقم واحد مصطفى محمد في الفترة الاخيرة مش مصطفى محمد يعني انت دلوقتي مفيش خالص فرق؟ لا مفيش كله زيرو كان عندنا بس يعني حاجة مبشرة لمصطفى محمد فهو مصطفى محمد في الفترة الاخيرة حتى وحش طيب ماشي فيبقى كده مفيش حد خالص ماشي السورة اللي بعدها أشرف بنشارق بس يعني طبعا ستورة واعتقد ان هو افضل يعني افضل محترف جيد في الفترة الاخيرة هو وساسي يعني طيب بتمنى له التوفيه معنات زمالك هو اولا رجع التمرين خلاص تاني نتمنى نستمر عليه ما يبقاش فترة وترجع تاني دي برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تأثر بشكل كبير جدا وليد سليمان اخر سورة معك كبت ابراهيم بتمنى له الشفاء هو حلوس الحمد لله طيب يعني طب هو هو اكيد مهم في الناد الاهلي وهو من لعبة الخبرات يعني طيب طيب يعني قبل ما اشكر كبت ابراهيم النهاردة كان فيه قراءة تصفيات اوروبا المؤهلة لكأس العالم النهاردة كانت في الزيوريخ 55 منتخب هيتأهل منهم 13 لكأس العالم طبعا المجموعات عشر مجموعات امام حضراتكم هيتأهل الاول من العشر مجموعات دي اما التاني في كل العشر مجموعات دي هينضم ليهم الافضل في دوري الامم الاوروبية اللي بيتعامل اليومين دول هينضموا هيبقوا اتناشر فريق وبالتالي هيسعد منهم فقط 3 بالاضافة للعشرة يبقى 13 منتخب من خلال هذه التصفيات بملحقاتهم طبعا المتواجدة من خلال اللي انا وضحته من خلال حضراتكم يمكن احنا طبعا استمتعنا مع كابت ابراهيم بشكرا كابت ابراهيم ونورتينه وشرفتينه وان شاء الله نتمنى لنات زمالك يبقى في افضل حلاته والتغييرات اللي حصلت دي تبقى في الجزء الايجابي يبقى جزء ايجابي بالنسبة لنات زمالك فترة الجاية ان شاء الله بتقول ايجابي ان شاء الله بتقول ايجابي بقلب كده باشي والله باتمنى التوجيه اكيد امشدت زمالكاوي اكيد طبعا يعني بص اي حد طبعا سيبك بقى من اهلي وزمالك كل واحد بيشجع الفريق بتاعه اكيد زمالك ناد الزمالك عنصر اساسي من الكرة المصريية زي الناد الاهلي بس واحد واع منهم خلاص انت منتخب مصري شكرا كايمة مورتين وشرفتين يا حبيبي حبيبي يا روح فرحان انت او شكرا كايمة اشكركم وان شاء الله بكرة حلقة بيها من بريم اسبوع على خير